ان الوقتي المصاريف كترت وبعدين لعيب الكرة يعني انت بتيجي الشركة يقولك مثلا ايه 30 مليون او 40 مليون او 50 مليون ايا كان المبلغ للنادي والناشئين في النادي دلوقتي ما بيكفيش انك عشان تجيبلك لعيب دلوقتي يعني ده سبب من الاسباب اللي خدت من عرب ما بنافسك الرئيسية يا كت مش عارف تشتري اللعيبة ولا عارف تعملها تقدر تجيب لعيب 2-3 مليون الميزانية راحت وانت عندك 30 لعيب حكاف منين فبتضطر تدور على حاجة تانية تدور على حاجة تانية بتعمل اكاديميات بتعمل الاختبارات بتعمل اكاديميات خارجية بقى الجزء من عندك اكاديميات خارجية؟ عندنا 22 اكاديمية خارجية احنا ما بنصرف عليه لا بنجيب يا كتن الزباب لا بنجيب ما بنشوفش ناشئين زي الزمان في الموليد ما هو عشان بقى الاستعجال يعني مثلا الآله والزمالك طلع ناشئين امتى يعني الزمالك لما اضطر بالزبط الاهلي لما اضطر اه انما انت عندك لأ مش هكفيك الناشئ اللي عندك اه بتجيب بس برضو نخش في جزئية تانية بقى الناشئ اللي عندك عايز تبيعه عشان تجيب فلوس كتير عشان تصرف يعني والدليل على كده باعت محمد صلاح والنين وباعت طهر محمد طهر باعت الفرود اللي عندك سفة الجزيري مهديدر خلت فلوس جامدة للنادي عشان يصرف ادي محمد صلاح والنين هم اه ده في صورة كمان ان هم معايا معاك انت اه هم معايا اه الفي كان فيه نجوم غير محمد صلاح والنين كان فيه يا جابت زي مين كان فيه بس ما جالهمش الحظ طب انا هقولك حاجة محمد صلاح كان التالت تالت كان بلعب باك لفت التالت في مركزه كان بلعب باك لفت باك لفت التالت في مركزه التالت التالت في مركزه كان علي فتحي وشريف علاء اللي هما لعبوا دول ولعبوا الدور الممتاز ولعبوا في الزمالك وحاجات زي كده محمد صلاح كان التالت في الباكليفت ماتش السبب انه هو يلعب في المكان اللي بيلعب فيه حالان دلوقتي نحية الرايت نحية الرايت كلنا بلاها بإمبي في إمبيكس بنوم 4 صفر هو ضيع ايج 4-5 تجوان في اليوم ده من الباكليفت بسرعته المعهودة اللي هو فيها دلوقتي كان بياخده الكرة ويكمل وروح مضيع طبعا على ما بيروح هناك استهلك خلاص مين اللي وظفه بك مين اللي وظفه لا مين اللي وظفه بعد كده وينجي رايت بقوله بقى خلاص ما هي نص ملعب ونحية الرايت قوله ايه بس من باكليفت للرايت يعني ده مسافة كبيرة لا ما أنا يا كابتل ما أنا اللي نقلته نحية الرايت نص الملعب نحية الرايت رغم انه كان اشول اشول من خلال مباراة ما هي بقى تبقى تبقى بعد كده بقى اه طبعا اي حدا بلعب برجله شمال اه ده كريستيان وكان لعب كتير اوه كله كله وفي زمالك كاتشي كبالة وغيره وغيره مزبوط مزبوط الماتش من اللعب امبي في امبيكس بنوم 4 صفر هو ما جابش جواه بعد الماتش قاعد يبكي وانا ضيعته يبنى احنا كسبانين كسبانين بس محمل يا صلاح هو وزيكا وزيكا جاب 3 جواهن اللعب في الفريق الاول بعد كده وزيكا انت تكواس قوي ادي مكافئة اهي وانت محمل يا صلاح ادي مكافئة ليك اوه عشان ضيعت ومع ذلك انا بقولك هتبقى مارضيه برضو من العامل للنفس طيب هتبقى هدف النادي فيما بعد طيب